هذه واحدة من العيون الجبلية التي عادت لتتدفق مياهها بمجرد توقف مغاسر الفوسفات في الجهة عن النشاط منابع المياه في الجهة بدأت تنضب منذ أكثر من عشرين عاما تحت تاثير حركة إنتاج الفوسفات في قفصة الناشط صابر العمراني يوثق صورا لإثارة الرأي العام في الجهة والتنبيه لمخاطر أزمة المياه هكتشوف كتسكرت المغاسر العام في الفوسفات لما رجعها قدام عينقه انهو الماء وقعد يتقس روح على بعض روح ماء صالحة الشرب وغير صالحة الشرب قعد يستنزبوا فيها يجبدوا فيه من الأرض روح على بعض مهمهم شكرا عاملين أبارة عميقة يجبدوا في الماء على بعض الكل ماشي مغاسر الفوسفات عاملين خزانات كبار يجملوا فيه المغاسر الفوسفات أبار عميقة انتشرت في جفصة خلال العشرية الأخيرة لتنقذ الأهالي من عطش محدق بهم غير أن واقع الحال مختلف فهذه المذخات الضخمة تحول المياه إلى مغاسل الشركات الصناعية في الجهة في وقت تنقطع فيه مياه الشرب عن أحياء سكنية في قلب مدينة جفصة أدخل للبلاد دي من الناس كل مخصوصة على الماء أدخل طول الموالة والدوالي واحد أدخل مخصوصة عليهم الماء قص الماء صحيح معادي بش نوصل إلى 2030 ما نتصورش ريتهم الناس كل رو مش معناها كان قفصة ريتهم الناس كل ريت ترجع الفيدة على الناس كل رو يزم يحسوا بها العباد رو الماء رو معناها عوام أخرين معادي يلقوا الماء بش تيح الماء بش تليح حرب على الماء بالحق ري بش تصير كارثة على الماء الناس مش يحس بها رو في قلب الواحات الممتدة على تخوم المدينة يعاني المزارعون من نقص المياه محمد بوزيان يروي أرضه لساعات قليلة فقط توزيع عشوائي لاستهلاك المياه يتهدد الواحات ومزارعيها ومعاش مكافي بالنسبة للماء لنا قرصة معاش مكافي تووا ميجود في البروت وانتج مواتك وجينا في النهارات في قوت ويجويلي فاكل صخانة معاش ترجع الماء عندك عشرين تاشر بعاطرة خمستاشر ساعة تاشر بعاطرة عشوائية كافية الماء متجهاش تووا سبع كتارات هذا واد الباي التاريخي الذي كان منبعا لمدينة قفصة شحت مياهه ومعه تتزايد مخاوف الأهالي مما ينتظره من جفاف لا تبدو بوادر الحلول بشأنه واضحة اللي مقررين عام 2030 بشي سير في قفصة يسير لأننا كمجتمع مدني وكمتسكني ويلايد قفصة عن بعض الحلول كانوا ينجموا يفعلوها نعطي مثلا عن طبقة مائية في منطقة اسمها العقيلة وطريق السطح اللي هي فيها نسبة مئوية من الملح وضع روي سيبي جي شركة فوسفات قفصة كانت نجم تستغل كلمة هذكة بتركيب آلية تحليط المياه تستغلها هو علشان ما هذكة جعد بدون حتى استغلال ليش شركة فوسفات قفصة حبت تقبل البرانسيب وحبت تقبل المبدأ باش نحافظ على كل ما العذب كل ما الحلو اللي نجم ونقوف في ديارنا اللي نجم ونقوف في الواحد تراجع منسوب المياه في السدود أو في منابع الماء ذاتها في قفصة يدفع الجهة إلى أزمة عطش مع العشرية القادمة دون خيارات مستقبلية لتجاوز الجفاف المحتق بقفصة وغيرها من الجهات جنوب غرب تونس أزمة المياه تتهدد حياة الناس في قفصة مزارعون وناشطون مدنيون يطلقون صيحة فزاع من أجل حلول تدفع نحوها الدولة لينقاذ الجهة من عطشها من محافظة قفصة جنوب غرب تونس جلال موانع لليوم عار الحرة